إزاي نعمل ميزانية بسيطة نتجنب بيها قصة ارتفاع الأسعار إزاي أعيد تدوير الأشياء الخاصة بالمدرسة حارك عارفة أن المدرسة دخولها يعني بلق أو كتلة كده من الفلوس بالنسبة لأي رب أسرة إزاي رأى أفنت بقى الكلام ده ويعني أخذ من اللي فات وأبني علي عليك في الحقيقة زي ما حارك قلت إحنا مش عاوزنا تبقى عبقى إحنا عاوزين نبقى مخططين لميزانية المدرسة من قبل معادل مدرسة في فترة طيب أنا مخططتش أعمل إيه خلاص هبتدي أن أنا أقوم جاية جايبة الحاجات اللي عندي أجريدها أشوف المبلغ المالي اللي معايا متوفر اللي هو قادر أوفر احتياجات المدرسة لمدة شهر يعني أنا لو مش مخطط من فترة عشان ما يبقاش عبقى علي مبلغ مالي كبير أنا بخطط للإحتياجات المدرسية لمدة شهر واحد فقط ليه لأن أنا هيظهر عندي طوارق هيظهر متطلبات أخرى الولد ممكن فيه حاجات تتلف منه فيه حاجات موجودة زي محرك ما قلت والأستاذة بسانت من السنة اللي فاتت أقدر أن أنا أعيد تدورها لازم أول حاجة أحدد المبلغ المالي اللي أنا مخصصا لنفقات المدرسة بحيث ما يسببش عبق على الأسرة طيب خصصت المبلغ المالي أبتدي أن أنا أشوف أجريد الاحتياجات اللي عندي مستلزمات المدرسة من السنة اللي فاتت شنطة عديمة تتغسل تتضبط لو في حاجة عاوزة تتصلح تصلحات بسيطة هتتصلح إزاي المدرسة طبعا لو أكيد في فصول النقل اللي هي أصلا تتغيرش من أول ولا ابتداي أبتدي أن أنا أشوف إيسها على ابني مظبوطة الدنيا تمام كرسات قديمة أستغلها كرسات قديمة أستخدمها تاني ودي نقطة يعني أنا بناشد فيها المدارس بعد إذنكم بلاش حددوا لأولياء الأمور عاوزين كشكول 100 ورقة كشكول حددك عارف أن الطفل بيتحرك كتير جدا والأصل لو جبت له 80 ورقة أو 100 ورقة هتتلف قبل ما يخلص الكشكول نفسه فيش مالع أن أنا أستخدم الكشكيل والإقلام نسمعش كده من حضرتك يعني كده نداء للمدارس في موضوع السابليز ونقول لهم كده يعني بعض المدارس تتقي ربنا في قصة أنهما يغالوا جدا في قائمة وخصوصا طبعا لو أنت عندك طفل أو 2 أو 3 في المدرسة الموضوع بيبقى وفي حاجات ما بتستخدمش بالفعل بالزبط يعني أنا بحدد الاحتياجات الضرورية جدا جدا اللي هو تستقيم بها العمليات التعليمية على الأقل معك الرأسة مع الكتب بتاعته ومع الألام اللي معاه ما حدد لهش نوع معين هو رب الأسرة هو حر عاوز يجيب نوع معين جود بجودة معينة بسعر معين زي ما هو محب طيب أنا دلوقتي زي ما قلت لحضرتك حددت المبلغ المالي وشفت أنا عندي إيه أبتدي إن أنا أشوف بقى احتياجات إيه طيب وأنا بقى أشوف احتياجاتي طبعا إحنا عارفين احتياجات المدرسية مين بيدخل معايا ابني فيها لأنه هو اللي هيستخدمها لازم أبقى قاعدة مع ابني في حوار لطيف بيني وبين ابني إن أنا إنت محتاج إيه؟ واحد اتنين تلاتة لازم أعلمه فن ترتيب الأولويات إيه اللي لازم نجيبه الشهر ده؟ طب بص إحنا هنجيب واحد اتنين وهنقجل ده للشهر الجاي لحد ما نشوف إحنا هنحتاجه ولا لأ